السلام عليكم ان شاء الله لكم بخير سوف تقول كليو 1.5 ديسي لديه بعض مشاكل الأولى هي فريناج والثانية هي فريناج سوف نسمعه كيف يقول كيف تفهمه ومن بعد اخذوا بالمعلومة والإرشادات التي نعطيها لكم في الأخر الفيديو حتى شراء عمكم حميد لديه كليو اخذها انظركوا عندي وصرت لي كيفه ونحيت المشاكل هذه كيف يقوله لكم سوف نسمعه الفيديو مع بعض ثم بعد ندخل في السوروحات السلام عليكم وعلى كليو 1.5 ديسي سوف ننوضها ها شوفوا ها 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 باند بخيماج من المشكل كيف نضرب تنض تنضي مرمى تنضي عادي ها تكتب لباند ايجيكسيون تنضي مرمى تنضي عادي تنضي مرد تنضي مرد ننطبي ها ها ننطبي ها ها تنضي مرد ها اه و في طريق تذهب هذه تذهبت في نور مرحلة ما فهمت كيف تدلت لها ما فهمت تسمح يا خوتي اللي عندي معلومة يفيدنا بها وكثرة خيركم السلام عليكم خوتي المشكلة لتعسيد هذا الذي ستشعله APS في الطابلود بور وباند فرناج وتشعله ستوب وكليمونت هذا ما يشقني يروحوا موالو لازم الساعة يشوف لي كابتر APS لعده ملح ومن بعد يبدأ البلوك APS يقول فريني عادي ولكن لازم لا يعمل يجري كثيرا وفريني سيارة لا يشرح رايحات فرملة عادية وهذا خطير له فيما يخص الانجاكس يا أخي هذا المشكلة استنبرج أو انكود ديفو يحاكم الكالكولاتور أول حاجة للسكانير وفاصل للديفو عندما يبقى يجب أن تقوم الانجاكس تعليز الانجاكس تهز الانجاكس وتدخلها بالميكروب وإن شاء الله المشكلة ينتهي أخوتي المشكلة لازم تبدأ البلوك وتطوله هي لازم ثم ثم لكي لازم 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 كبيرا قبل ان تبدأ الباتري تركب لازم وتبدأ الباتري كان كثير منكم لذلك يجب أن تزهزة لذلك لذلك ونسى أن تبدأ في السيارة التي تقدمها الكثير من الانجاكس ويجب انتبه مشاكل كبيرة ومنهم هذه المشكلة تحفظة فرينج أخوتي إن شاء الله كما استفدتم من هذه الفيديو بسيطة ونقلكم لا تنسوا اشتركوا في غناة يوتيوب حميد مكنيك بجيكم بكل جديد السلام عليكم